اشتركوا في القناة الاجتماعي بهدف النيل من مواقف وصمود هذه الكوادر والقيادات في وجه العدوان الهمجي على بلادنا واكد المصدر في ذات الوقت بان مثل هذه الكتابات والمواقف لا تعبر من قريب او من بعيد عن قيادات المؤتمر الشعبي العام وهيئته واعرب المصدر عن اعتزاز قيادة المؤتمر الشعبي العام وهيئته وتقديرهم العالي لكل قيادات وكوادر المؤتمر التي سجلت مواقف وطنية في مواجهة العدوان والتي نأت بنفسها عن الانجرار وراء كل المغريات التي يقديمها العدوان والتي انجر وراءها بعض ضعفاء النفوس وتمنى المصدر في ختام تصريحه من كل قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج الحفاظ على اللحمة التنظيمية والوطنية